المناسبة قبل ما روح لخبر أفشا لو بتلاحظوا من ساعة من راجل كلاتنبرج جاه وواحد بيحاول يتابع المطشط في الدوري ويشوف هل في تغير ممكن نلحق نلمسه يعني في أداء الحكام أنا ممكنش متخيل أن التغير حيبقى سريع آه لسه في بعض الأخطاء مثلا زي ما تشل مقاولين برح خطأ في اعتقادي الشخصي كاريسي الجن بتاع المقاولين كرة أوف صيد واضحة من نسبة مليون في المية تم احتسابها بس المؤكد أن كلاتنبرج مش هيتلع يدافع عن الخطأ ده هيتلع يقول إحنا ده وتلع يعني هيتلع يقول إحنا غلطنا وأكيد هيعاقب الحكم أعتقد محمود ناجي في المطش هياخد بقى تصرف ما هيحاول يعالج هيحاول يعالج ده مؤكد لكن اللي أنا ملاحظه ودي حاجة مهمة جدا هتفرق مع منتخبنا الوطني قوي 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 هتفرق مع مستوى الدوري نفسه إنه مؤخرا من ساعة من الراجل ده تولى المسؤولية رسميا ما بقاش فيه فاولات كتير وصفارة كتير في الملعب مش كل احتكاك الحكم يرايح دماغه ويصفر ويشتري راحته مش كل احتكاك بيحصل كده دلوقتي بقى فيه احتكاكات بتحصل ومش شرطة تبقى فاول في الحقيقة والكرة بتتلعب وتستمر واللعب بيستمر والدنيا بتمشي عادي ده حينقل الدوري نقلة تانية ده حيخلي منتخب مصر لأن احنا عندنا عناصر كتير جدا محلية هي اللي موجودة في منتخب مصر والاقل لهم المحترفين اللي كده كانوا تعودين على الكلام ده حينقل منتخب مصر لرتمة اعلى في الجانب الفني تحديدا الناس اللي كانت محترضة على تواجد كلاتنبرج لأ النتائجة هي بتادي تظهر ممكن بالمناسبة مقاش موفق في الاخر بس احنا بنقول ملحوظة نتمنله التوفيق بإذن الله تعالى يعني في صلاح الكرة المصري احنا مش عايزين حاجة تانية فدي برضو